اه حضرة النقيب تعرف عملكم مش سهل انا يعني بتصور انه انتوا امام فكرة وعمالكم بتحطوا على الطاولة فكرة امامها مضادة يعني عمالكم بتحاولوا تحلوا المواضيع فكرة مقابل فكرة بس لا تنسى حضرة النقيب انه فيه ناس لا تقبل الفكرة في الفكرة وبالعكس تتصرف معاك في القتل وللأسف صار عندنا حالة في الاردن وتنذكر وما تنعاد ان شاء الله ولكن صار على كل حال ليش نظلنا نروح في السلم المجتمعي فقط للمواضيع حضرة النقيب اللي هي الى علاقة في الفكر المتطرف والفكر المتطرف ونروح شوية للطابع الخلينا نقول انصح التعبير الطائفي او الديني في قضايا كتير بعتقد انا انه بتهم السلم المجتمعي التنمر مثلا موجود لربما زواج القاصرات مثلا صحيح كمان هناك كثير مواضيع ممكن تكون هذه كمان من ضمن اهتماماتكم مية مية وتنتبهوا عليها يعني بعناية مية مية صديقي احنا اللي بميزنا عنها في الامن الوقائي انه في انه شعب و اقسام ميدانية هم مع تواصل مباشر مع كل فئات المجتمع الاردني ايوه مش على موضوع واحد لا لا هو الهدف الرئيسي من انشاء مركز السلم المجتمعي اول ما انشف في عام 2015 كان مكافحة الفكر المتطرف والتجنيد الالكتروني بس و لكن بلاشت تظهر عنا ضواهر سلبية مشاكل ثانية صحيح لاننا المجتمع في تطور و دائما في مجتمعات تظهر فيها مشاكل فدورنا احنا في المركز عن طريق قسم الدراسات الموجود عنا انه شو شو هي المشاكل اللي بتواجهنا شو المشاكل اللي ممكن تواجهنا و نحاول ان نكافح المشكلة قبل ما تصلنا الآن من تسميتنا اننا امن وقائي اننا الوقائي من الجريمة قبل وقوة قبل مضبوط الآن بدي انا نوه لشغلة انه المركز احنا عنا يعني زي نحكي مقولة اللي من امن فيها في المركز او زي تريد مارك للمركز ان الفكر لا يواجه الا بالفكر و نواجه او نعمل بقوة الفكرة لا بفكرة القوة كيف يعني؟ انا اذا بدأ واجه شخص بفكره انا ما بقدر اواجه لابس تجن و لا بقدر اواجه بالعصى و لا بقدر اواجه بالسلاح انا بدأ اواجه بفكر عندي فكرة و عندك فكرة انا بدي اقنعك بالفكرة الصحيحة عن طريق الفكر ايوه و نعمل بقوة الفكرة انا بدي الفكرة القوية ما بدي انا قوة اليد فعشان هيك تسمية المركز كانت مركز السلم المجتمع نعم نعم على عكس كل الاحترام الله يحييك الله يصدق